زلنا معكم كل صبحية معاكم من ستاة التسعة ديما في يوم سعيد جد وتحية للناس الكل اللي تتول تحقبنا في ساعتنا الثالثة مكملين وساعة ذي ديما نبدوها بذيف نكونوا سعادة باستقباله كل يوم محور كل يوم موضوع نتناولوه مبعضنا بذيف اليوم يهم قطاع الجلود والأحذية سعادة جدا باستقبال سيوة جديد ويبهو رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية يومك سعيد مرحبا شكرا لكنا بيلا شكرا لك انت اللي قبلت دعوتنا القطاع قطاع مهم لأنه نسبة التشغيلية متاعه نقول توا ولنقول كانت مهمة جدا كان عنا خمسمية وعشرين مؤسسة تعمل في هذا القطاع كان عنا ستة لاف حيرة في اليوم قلت انت في كلامك قبيلة ونحن نحضروا في اللقاء هذا القطاع قطاع الجلود والأحذية اليوم يحتضر عليش هذيلي مش نعرفولي أنه معكنتي مش ان شخص والقطاع شبيه قطاع الجلود والأحذية عليش يحتضر مريض برشة مريض برشة لطف علي الله خليوش يمرض على الخطر اللي مرت به البلاد هو من 2011 حتى مناهل في 12 عام تقريبا يعني في ظل مناهل ضعف الدولة في ظل عدم الاستقرار الحكومي وبالتالي فما الرقابة مفقودة وهوني يلقى روحوا في القطاع معنا بتبتل حال في منافسة غير شريفة وتموتهم ومش يكون يعني يعني مش ينفقدوا أكل مؤسسة ذوكم معناها تدريجيين من عام للعام مش نلقاهم عن تهرواحنا في كل اليوم إذا كان متكونش فما خطوة إيجابية وبعناها وتكون حازمة وجدية بيأتمعنا الكلمة من الهوني حتى الأخر العام دونك بالحق يعني 2025 تقريبا يعني حتى عدد ذلك مش ينقص على الأقل 50% منهم بيه نحن نبدأ من البداية هو منذ الثورة وهذا القطاع يعاني كان عنا 25 مؤسسة تعمل في مجال الجلود والأحذية وصلنا اليوم ل193 مؤسسة توقع العدد مرشح أنه يزيد يقل ثم التشغيلية متاع القطاع هذية كانت مهمة جداً 75-80 ألف موطن شغل هذون في الحرفيين براك لأنه الحرفيين القطاع الوحيد تقريبا في تونس اللي هو قادر يشغل كل شريح المجتمع حتى معناها الأشخاص اللي هما عندهم يعاق دكار معناها قطاع يعني محترم قطاع ما هوش معناها بالهين صرتوه في أوقات معينة تلقى اللي هما تقريبا زادة كيف كيف حتى الحياة الشعبية يعني معناها ساة تخدم معناها في الديارة تاحا اليوم هذا كله معناها وفاة معناها معتش موجود ورغم هذك ورغم الصعوبات الكل الصادرات المتاع القطاع هذية بلغت حوالي 2000 و52 مليون دينار مع موفة سنة 2023 معناها هو قاعد يقاوم رغم لا رغم الصعوبات الرغم هذك رغم زادة كذلك اللي فهمها معناها زادة كيف كيف فهمها يعني أزمة عالمية اليوم كمال حتى يعني أوروبا بكلها معناها تمر بأزمة اقتصادية كما معناها البلدان الكل ومع ذلك هذك الرقم اللي معناها حقته مؤسساتنا ومعناها بأيادي تونسية بأيادي تونسية أسباب الوضعية ذية إضافة للأزمة الاقتصادية والكورونا اللي تذكر فيها العالم الثورة عدم الاستقرار اللي سنوات مضت عشرية كانت صعبة مرت بها البلد فما أسباب أخرى تتعلق بتوريد العشوائي مثلا التجارة الموازية قبيلا حكيت لعل فريب هما عديد الأسباب أنت وقت تعيش في دولة فهمها دولة معناها دولة القانون المؤسسات وفهمها قوانين تنظم القطاعات اليوم أهنا عنا قوانين للأسف معناها ومع ذلك يعني كتشوف السوق معناها معبية بالبضاع هذي كالكون على مستوى التهريب وعلى مستوى الأحدى المستعملة تقول أين القانون وأين الدولة من هذا وأين أجهزة الرقابة من هذي أعطينا فكرة سيواج دي على القانون المنظم لهذا القطاع شفيه شيقول القانون المنظم بتبع تلحار عن إذا كان نجيه القانون عدد 2390 اللي هو مناهي نظم قطاع الملبس المستعملة الفقرة حديش تقول الأحذية والأحذية الرياضية وقبعة الرأس هذوما كيدخلوا عارضا في الحاويات تلافهم أو يعادل تصديقهم معنيها القانون يقول معنيش الحق إنه نجيبه من المصنع أصلا من المصنع وقت المصنع يدخل للحاوية اللي هي تحت القيدة القيدة الديواني وقت نقول القيدة الديواني من يكي جيبالة الفريب ونلقوا فيها أحذية وإلا ديكا سكيت يزمن تلفوهم نحكي على الحاوية نحكي على الحاوية على مستوى المصنع غاديك يتم الفرز كل حاجة وحدة فما عندهم دمانة يعني برشة حاجات وما فيهم معناها كوتاء اللي هي متاع متاع التري وبالتالي حال الفقر 11 في القانون هذية تقول الأحذية والأحذية هما سبع أفصال الأحذية والأحذية وقبعة الرأس والعب الأطفال والحقائب اليدوية والملابس الجلدية تلافهم أو يعد تستيرهم نقطة ورجع بسطر اليوم نلقاوا السوق مردومه بالتالي وقت نشوف أنا المصنع التونسي يخلص في 57% أداءات في الكونتر باتي تلقى معناها قطاع آخر يزحم فيك وقت لهما معناها مشكلة يعني خلص فيه المواطن اللي اسمع فيك دوما هو مشي ويفقك يقول لك أنا نشي صبات ملفري بخير ملي نشي صبات غالي فيه مارك وكما في قبيلة وينا نحكي معاك تبدأ حاجة شريحة غالية ومتدك الجمعة كتين تتقطع شوف أحنا شوف أحنا راهوا منفتحين لبعد الحدود وأنا وأنا منشي معناها بالنسبة للمستعب لاكس أنا تتوقليمي هذية قاعد يعني نقول فيه إراهوا في مسلحة المستهلك دي جاء أنا وريدك معناها تتصور اللي كنت تتطلع عليه معناها قبيلة المستهلك هو بدرجة أولى الضحية في هذا كله لأنه إذا كان اليوم أفهم أحد يتدخل للسوق وميتمش الرقبة متاحها وبتبعت لحال معناها مايتمش تحليلها وزيد ما تخلصي أدئات لخصية الدولة وتمعتي كمو دونك معناها ما هوش قطاع قطاع منظم شكون مش هذ الضريب مش هذ الضريب بل المستهلك قطاع متاعكم مسيدة وكيف كيف هذا المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة اللي هي بتبعت الحال معناها خزينة الدولة إحنا وقد جينا معنا تعملنا القانون هذي الإجراءات الجديدة الأمر والقارات المنظمة الأحضية والمصنوعات المماثلة رأوا بدرجة أولى رأوا حمية المستهلك لأنه هو بدوره اليوم المستهلك في حيرة من أمره رأوا المستهلك اليوم يأخو صبات اليوم بعد جماعة بعد جماعة تقطع يأخي الفلوسة لكم معناتها مع الرقليم رأوا يعلم به ربي رأوا إذا كانت جي في عيد أنت وتكسي صغيراتك فمتو إليه معناها وتقريبا تمشي تتسلف وتقريبا تمشي تاخو أما أنا أفو أصمت معنك وكذا باش تاخو معنا لبسة صغيرك وبعد أربع أيام تتقطع ولا ولا تقشت رأي معناها مشكلة هذا عليش أحنا الناديو حطني فيه منافسة شريفة وحط الوصفة التركيبة وحط الميدين والمواطن لهو الاختيار نعم أنتم منهار الاثنين 14 أكتوبر 2024 كنت عندكم جلسة عمل مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وترحتوا فيها مجموعة من الأشكالية تعطينا فكرة كيف كانت الجلسة وشنو مخرجتها وشنو قررتهم بعض هي بالنسبة السيدة الوزيرة مشكورة حتى صحة معناها حتى جلسة كانت طويلة ووصعت بالها برشا 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 وصمعت مشكلة لكلها من أولة حتى لأخرة لأنها مش نحكيه كانش عالتوريد اليوم اللي هو السعر المرجع يمتاعه متدني بالإضافة شهات المنشأ مفتعلة نحكيه زادة كيف كيف اليوم عالتهريب عبر الحدود نحكيه زادة كيف كيف اليوم الأمر عدد 2396 اللي هو ينظم معناها القطاع الملبس المستعملة زادة كيف كيف اليوم نحكيه فما قطاع آخر اللي هو معناها اسمه الفرانشيز وذن بعض العينات اللي أنا عادي تهملك ما لغزمها معناها السيدة الوزيرة هذا كل سمعت وعنتها وبدل الدليل والبرهان ومع ذلك اللي وعدت نبيه السيدة الوزيرة هو مش يكون يعني بعد ما نحظر يعني معناها اسكان القطاع معناها بالضبط ومعناها وشوال القطاع تو وشنية المشاكل والحولون وبالتالي حال هذي بالتعاون بين الجامعة الوطنية الجرود والأحذية والمركز الوطني الجرود والأحذية وبعض الإطارات والأخوة من وزارة الصناعة دونك وعدتنا بمجلس وزاري مضيق لنا الضر في قطاع الجرود والأحذية معناها خاصة لأنه اليوم حتى للسنتر دي فرميسيون اليوم عنا تقريبا طو حاليا يعني بورلموما 4 سنتر تقريبا ما فيه حتى تلميذ يتكون في مجال الجرود حتى تلميذ حتى تلميذ بالعكس احنا كان عنا صنطر تقريبا عشر سنوات اللي جمع تقريبا كيف كيف سكر تزاركة كيف كيف تقريبا معناها مسكر معناها من صدمت وقت زيادة سنة شفت انا كيف كيف ما فيه حتى تلميذ يعني بالحق اليوم انا شو قلق خاتشوف شفت القطاع القطاع هذي القطاع هذي راه ماش قطاع اخر شبيه به راه اي قطاع اخر لو نفقدوه راه في عام نجم رجعوه الا قطاع جرود احذية لو فقدناه راه عشرين عام ما نمش رجع باهي تو مش نفه ممليح القطاع هذي بعد لعطينا الاشكالية وشخصنا الوضعية اليوم وبعد لتحدثنا على اللقاء مع السيدة الوزيرة خلينا ندخل معك لتفاصيل هذا القطاع تو نحن في تونس في قطاع الجلود والاحذية كل ماه سكان كل ماه ديفاست كوير وكل واحذية هل انه المواد الاولية عندنا في بلادنا ماهي نوعية الجلود اللي نستعملوها نلقاوها بسهولة ولا لا كانت موجودة ولكن انتي فما حاجة يعني اللي صار يعني كما كما ذكرنا كبيلة سيرتون بعد 2011 والثروة الحيوانية متاعنا اللي بدت تتخرط تقريبا من 2016 وانتور جلد شنو نستعملو نحنا الابل الخرفين البقر كل الانواع حتى المعز كل جلود كلها منها يتم تثمينها وكلها منها يتم حتى جلد ما يتلوح احنا بالعكس مشينا لبعد من ذلك يعني في الفكرة هي جيت في الأصل من المركز الوطني للجلود الأحذية وجيت من الجامعة الوطنية للجلود الأحذية هي جمع الجلود كل عيد الجلود متال عيد يعني يتلوح في الشوارع وشفنا هذك المظاهر اللي هي معناها ما تليقش ببلادنا كون المظاهر الحرق ومعناها مظاهر الجلود اللي هي في الطريقة كيف تتلوح بكميات كبيرة حتى بالأسبوع كنا معناها احنا السبقين سنة 2018 واحنا معناها اللي معناها سقنا البادرة هذية ومشينا في حملة تثمين جلد العيد اللي معناها نهار العيد هذيك معناها كيف نصموها الكلمة هذية نشوفها سهلة ولكن عمليا نهار العيد وقبل العيد تقريبا بحشر ايام عمليا نهار العيد رأه خلية نحل تخدم معناها بريمون غير عادية ومتعبة ومكلفة في نفس الوقت ومع ذلك معناها مزاة مستمرة إلى يومنا هذا من بين ملاحظات المستمعين سيمونير لو سليتن حيك تحية خاصة لأنه ديما تتفعل معنا أنت سيماجدي نوردين وسي جلبي سلامي والمستمعين اللي قاعدين يكتبونا يقولك الجلود موجودة وبكثرة لكن تحويلها هو لغير موجود لأنه الاستيراد يكون أسهل صحيح كله لا 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 مش صحيح بالعكس فسرنا كيفية عنا الجلود لكن شوف وقت بالعكس عنا مدابغنا عندما معناها تخدم الروح بالعكس هي طو 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 وقت الحاضر طو طو مثل ما دابغ ما قاد ما تخدم فمن بعض مدابغ اللي عند استقاج معناها ما قاد ما تخدم فمن مدابغ اليوم وقف على العمل لأنه ما قادش معناها جلد اللي هوم وتأتي من البطور لأنه ليوم فمنقص كبير برشا فستهلك اللحوم وبالتالي يعني 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 بالتالي ليوم فماش أصلا معناها سيرتو معناها العمين هذوم بالعكس احنا هيك الارقام اللي انتي سقط هم متاع الـ 200 ايكم ايكم فيهم بارتي من الجلود اللي اللي هوم يتصدروا للخارج انا هما البلدان اللي يطلبوا الجلود متاءنا تنسية الاحذية متاءنا التنسية سيكان اللي الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي وفم حتى أبرز الماركات العالمية مش كم هنت فالتحاد الاوروبي ولي حتى ماركات العالمية تطلب الجلد متاعنا ما هلما بغض متاعنا وفم أزرد كيف عندنا مثل ما تبغى معناه مش مش نعمل الإشارة ليها ما تقريب من 40% من الحالة متصدر حتى نحن التونس نطلب الجلود متانا والأحذية متانا ينصير كيفاش نفرق ما بين حاجة جلد مصنوعة في تونس كيفاش نعرف اللي الجلد هذيك ذو جودة عالية وبين اللي جاينا مصين وكل المقلد واللي سكاي وكيفاش يفرز التونسي هذيه على الجل القانون هذيه القانون هذيه جاه هذيه راه مجاشة كيكة مفاراق هذيه جاه راه خدمنا عليه برشا 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 وبالسيف يعني باش لمدنا الوزراء وقت وزير الصناعة وزير التجارة ورئيس الحكومة باش تم امضعه وبتفرق في الرايد رأس لاش لأن القانون هذيه يجبر المصنع التونسي ويجبر المورد باش يحتى الوصفة تتركيبة يعني وزيد كيف كيف يحط البلد المصنع باش المستهلك تبداله ظاهرة هيك القطع هذيك شنية التركيبة متاحه معناه الجلد شنوه النوعية متاعه وقل السمي كوير شنية النوعية متاعه هذا مش مطبق خدكي نهبت نويك اللاسويق طاوتنا القاوة لكلون يا كريمة وما نعرفوش نفرزه ان هو متاعنا وان هو ليجينا من البرد وحنا علاش وصلنا مشينا للسيدة ومعناه وزيرة الصناعة وحنا علاش اليوم ما أنا بحذاك اليوم لأنه للأسف الشديد قانون من 2021 لم يطبق أنا اليوم ندور في السوق ونشوف يعني بعيني وقاعدة نوثق الي كونه مناهة تقريبا نسبة 80% اليوم مناهة من السوق لا فيها وصفة التركيبة ولا فيها المايدين بيه علاش مدنو اليوش نحنا التوينسة الحرافيين في المجال هذيه هما اليحطوا توقتك نرى البلاكة متاعكم نفهم الي ذيكا صنع محالي ونشري منه وانا مطمئنا لا شوف هي هي بالنسبة للحرافين أو الصناعين بتانا مناها حطوها لتركيبة الوصفة وطوى تقريبا نسبة على الأقل 70% من الحرافين والصناعين اليوم البروديوم متاحهم في اليوم موجود في السوق موجودة تركيبة الوصفة وموجودة الميدين وين موجود وين لقاها مثلا في الحذاء وين لقاها تلقى الاسم بالضبط تلقى الميدين وتلقى كيف كيف في الوصفة متاع التركيبة في البطانة متاع الصبات من الداخل سهلة ما أنت يزي ما تكون ريت الخنون هذي يقول لك كيف يزي ما تكون ظاهرة للعيان ما أنت قاشت فاركس إزي ما تكون أنت كمستهلك إزي ما تكون ظهرت لك لذلك أنا غض الحي مثل بالكزامل ما أنه مراقب في وزارة التجارة وإلا في إدارة جهوية للتجارة وقت نلقاها مخبية الوصفة هذيك بحذاتها مخالفة هذا حسب الأجراءات الجديدة والأمر يخرج 17 أو 2021 نجي وتول المواد اللي نستعملوها نحن هنا في تونس في صنع كل ما يتعلق بالأحذية في ميدان الجلود بصفة عامة بخلاف الجلود بيدها شنو المواد الأخرى اللي نستحقوها ومنين قاعدين نجيبوا فيها اليوم شوف عندنا وقت كنا نحكيوه على خمسمائة واش مؤسس يعني فما المؤسسات اللي هما يعني مصنعين للأحذية فم مؤسسات متاع مكملات الأحذية دونك اللي في قد ناغا ديك هو أغلب المؤسسات متاع مكملات الأحذية أهو للأسف يعني مكملات الأحذية يعني مكملات الأحذية سميل لتانية مثلا الكول مثلا معنا تتعرف السبات قد قدش فيه من برودويه قدش فيه يوصل السبات فيه 37 38 برودويه دكار معنا تصور انت هيك مؤسسات الكلم اليوم فقدنا اكثر من 70% منهم اليوم ما شنو الليو فهم دي قلها معناها يعني تصور انت السمالة اليوم السمالة اليوم ما انت كنقول لك من الكوفيد التو قد سكرت من مؤسسة يعني واشتبقت من من مؤسسة قدش سكرت و قدش بقعه اللي تبقاوا يتعدوا على على صعبة عالية للوحدة واللي تبقاوا اللي يتعدوا على صعبة عالية للوحدة اليوم يمروا بأزمة مالية يعني خانق عند مديونية معا للصندوق عند مديونية معا القبالات المالية بالاضافة تلقى عند مديونية زادة كيفكيف مشاكل مع البنوك والبنوك اللي هما زادة كيفكيف معناها يتخلىوا على القطاع منذ سنواتس لانه ولو يعتبروا القطاع سينسترين دي ما نرجع على التفاعلات المستمعين خاطرهمني التفاعل ومتاحهم من الناس اللي تسمع في نتوها مثلا مادام سميرة تقول لك سباح الخير مشكلة صناعات الأحذية من المواد الأولية ليست من المصنعين الجلد التونسي يجب يرقد مدة طويلة يقعد في الخازن قبل تصنيعه صحيح ولا غالت كلمه؟ شوف هو الجلد بتبيعته راهو يقعد فترة زمنية معينة بيش يوصل تولي جلده فيني راهو نحكيوه على جلده من البطوار انتي في يعني في السابق في القديم من كانت يعني جدودنا وقت كانوا الجلد يستعملوه لستهلك المنزلي بتعرف الجلد انتي قداش كان يقعد فانتي ولا معنة يوصل الاخر هاي من الذكر ايه صحيح دون كيف كيف راهو يمشي مراحل حده بيش توصل معناها جلده في يعني فيني باي سي مجدي يقول عليش ما تدخلش الدولة ويتم جمع الجلود تسخير كل الوسائل اللي ينقلها وحتى في الأحياق اللي هو وتجميحها في مكان ما واستغلالها على امتداد السابق دعوك سيدة الكلماء اذا كان مش انه بالعكس احنا تعرف احنا منفتحين برشا 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 احنا بالعكس اليوم كي تشوف انتي لال عندك ديزابطوار اليوم في الجاموريات التونسية يستجيبوا الاب معناها الأدنى معناها الشروط الصحة بركة يستحيل معندكش عنا عليه ما عندكش ليه زابطوار اللي عندك كلهم معناها مايستجيبهوش كل ما هم يستجيبوش بكل بدون استثناء على مستوى الجمهورية التنسية بل بالعكس احنا مشينا لا بعد من ذلك هو التدخل في الولايات معناها من وزارة الداخلية باش تصير معناها في كل ولاية بطوار موحد بتقنيات حديثة كم اليوم موجود في الخارج دكار اليوم اطلبنا اخي انت عندك وزارة الفلاحة مثلا وعندك المندوبات الجهوية في بالك انت اليوم ما فماش مرافقة للفلاح في بالك الجلد من الفلاح ايه اصلا فيها امراض وفيها مشاكل سرتوه وقتا كسنين انت على الجفاف ريت المشكلة شنين المشكلة اذا كان احنا كدولة تنسية نحبو نحافظو على الثرواتنا من الى احنا راه الجلد يبدأ من الفلاح اين المندوبات الجهوية الفلاحة كلها حلقات مترابطة معناها كل شي مربوط ببعض تمشي كيف كيف اليوم كيف تشوف انت نقل اللحوم اليوم نقلوا من البطوار لل wouldiveبر يعني تشوف فيه انت إستجيب للشرط الصحة جميع دونك هكا عليه ش انطالبو ومش اليوم عندنا سنوات نطالبو كجامعة نطلبه كل مناه هو تدخل مزار داخلي بتادي الحال ما يهم البلديات كل ولاية يصير فيها بطوار موحد نعطيك أنا معال لا سبيل المثال وليس فاقس الترى موجود هذي سنوات راهو الفلوس ترصدت ولكن طوى تقريبا سبعة سنين وثمانية سنين وما صارش بطوار والفلوس مشيت شفت كيفاش المشلى تسريحة خطيرة أكيد لا لا شوف نتحمس وليتي باي اليوم ما اتقلك يقلك سي جليب سليمي لأنه سمحني في الكلمة لأنه فما اليوم أطرافه بالأخص ما بعد الفين وحداش في كل قطاع ميحبوش القطاع هذيك يتنظم يحبوه يقعد كما هو كيف فوضي باش هما يبدوا يباناها يتمعشو هذي هذي الحقيقة يحبوه معناها في كل معتمدية بطوار وبطوار ما يستجيبش الأدنى شروط السحة ومعناها وصير التنقل زادة كيف كيف بتستجيبش اللي معناها الأدنى معناها تسموا يعني شروط الساحة وبالتالي هذك هم معناها بالنسبة لي هذي هما اللي تولدوا بعد الثورة اليوم لوكان معناها اللي هما ميكلفوا حد شين معناها ما هو مش حاجة كبيرة يعني كي نشوفوا في أي ولاية كي تتجمع جلدة الكل وصير معناها بطوار موحد بتقنيات حديثة كي ما موجودة هم معناها عند جيل شوف في علمك اليوم الدول اللي تحترم مروحة اليوم الجزائر رغم اللي هي ماش داخلة في الوامس الجزائر اليوم تسجع في الصناعة رغم المكانك تصنع في الأحذية اليوم تسجع في الصناعة المحلية بكيفية لتوصف ومعناها أبار الامتيازات وقفت على التوريد بيش تكبر المعامل اللي عندها ولي هي قاعدة تنشئ معناها وكي تكبر المعامل يشتغلوا الناس ونقضيوا على البطالة والمستهلكي نجم يستهلك سلعة محترمة بأسعار تتماشى مع قدرته الشرائية شو قديش لكلها سلسلة مترابطة أكيد اليوم شنو الحلول المقترحة الحلول المقترحة هما اليوم أحنا تعديل الساعة المرجع هذي أصبح يعني حاجة ملاحظة التحليل زد كيف كيف تلبين مع الفاتورة مش تحليل قاعدين يتهزو كيمة اليوم أخي تنعتيك بل تشو كيفاش يتهزو التحليل اليوم يعني بقرب تشتزو اليوم فما بعض الأطراف كيمة الأطراف هذوما ما يسيروا مش تحليل بلي خنوضحوا الأطراف هذوما خط ربما سور أنا شفتهم إما أنتما ما شفتهم مش هو ملف كامل الملف هذية فيه برشة أحذية والأحذية هذية من أنواع معروفة ومن بوتيكات معروفة وتشريوها أنتما توينسا وكيد خاصة في الفترة ما بعد العيد ريت برشة مستهلكين توينسا يحطوا تصوير تصبات ويحطوا حتى البلاكة السوم ويقول لك شو مزلت كيشريتوا بسوم الفلاني ومبعد أخذر كيفاش لقيتوا اللي يتقشر ولي يتقطع ولي تلقى سومين من لوتا كيما قال مستما كريم قال نلقوا فيها مواد من البلاستيك اللي والورقة اللي محتوتين معني تشو مع الجلد أيضا نلقوا صور متاع سبيدريات كتشوف تشوف اللي هو من ماركة معروفة لكن للأسف الشديد ما فيهمش حتى مثل الصورة هذي هذي أنا أنا مناه ولد سرعة هذي ما تلابسك شي معناها همم بها لفسة أي شو ظنبو المستهلك شنو ظنبو المستهلك هذي مثل بس حتى لفسة وشنو ظنبو المستهلك وفما زيتش كون يسبب أمراض يعني مش فقط السوم والسعر لأنه ديما الفلوس تتعاوذ ما كينا القاو مواد من نوع ذاتنا جم تسبب ضرار كبير خاصة للأطفال أمراض جلدية وكعليش تقول لك سبيدريات كيعمل الريحة سلعتنا تعمل الريحة وليوم الأمراض يوم الشامبينيون وغيره في الساخين يعني من الموقت الليوم العين سامكة وغيره وغيره مع انتا فسلكو هذا الكل من الجودة دونك أول حاجة أنه ديدي الرقابة تقول لأنتي دونك أول حاجة أنه ديدي الرقابة تقول لأنتي دونك أكل تأكيد ثم ومبق بالنسبة للرقابة يعني هذيك على السوق المحلي هذيك أكيدة لأنه كيم قطلك اليوم المستهلك في حيضة في حيضة من عمله أخذ سبات ميع الشيلي مي يجي كريمو لكن الرقابة يعني تكون تكون ضرورية بالنسبة للتوريد يعني الترفيع في السعر المرجعي ضروري لأنه السعر المرجعي متسعينيات راه هم ما تنقحشي وصيرتوه ما بعد الكوفيد نعرفوا الأسعار العالمية كيفاش طلعت معناها ارتفاع مهوني وبالتالي لهم فم بارشة فلوس قاعدة معناها هاربة على خزينة الدولة اثنين احنا كتلبنا زادة كيفكية في التحليل على الفاتورة لأنه اليوم كيم قطلك فما أترف على رسم ريشة وما تتحزلمش يعني العينات للتحليل وفما أترف اللي حاول فيها مثل باريجزامبل في الفاتورة فيها خمستاش نارتيكل سيبوزان هم يزوكي نارتيكل ولا زوز ببليس للتحليل يعني رفقين بحال الصيد فم دولة دونك احنا بالعكس مطالبين اليوم التحليل على الفاتورة طولي برودويت حلو بايش كيم تخرج للسوق تخرج للسوق قدك لا ما منعلي توريد لا بالعكس خليه توريد جيب لكن أضمن الجودة والصحة وكيف كيف تتعدى على التحليل المخبري باش أنا نحمي المستهلك انتم المصنعين المحليين تخلصوا سبعة وخمسين بالمئة أداءات سبعة وخمسين بالمئة أداءات معناك نشري من عندك سبعة جل تونسي بمئة دينار في سبعة وخمسين دينار يمشيوا من الأداءات ونعطيهم لك بالماليين اللي هم ثلاثين في المئة أداءات ديوانية وسبعة في المئة ماشيين بزارة البيع دونك يدي هم أنا حد الآن منيش فهم بكينة تسنك بورصان ولا تسات بورصان وعندك ديزنف بورصان تيفية أحسب على راح قداجيون بيه فهم نقطة أخرى محكينيش عليها قطي قبيلة كنا نجيبوا المواد الأولية متاعنا من إيطاليا من إسبانيا من ألمانيا اليوم المواد الأولية نجيبوها فيهم الصين وفيهم اللي من الجودة معنيها سوف هذي كراهو حاجة طبيعية جدا لأنو انتي معناها امبرتاتور في المواد الأولية وطماتيك مو في الصين بيش تلوز أقل سعر وهك عليش أحنا اليوم أنا ديوب بالتحاليل ضرورية جدا دخلت السلعة للأبرات وبلغتور تبشي تتحلل بيش المصنع تونسي كيف يصنعها يصنعها ورسه مرفوع والمستهلك التونسي يخذها يزادك في كيف يخذه ورسه مرفوع وما يضيعش فلوسه ويقص في حيرة من أمره وما يلقاش أنا اللي تساليتي لي قادة جينيس يلطف في طبقات يشكون نشكي يشكون نشكي يشكون نشكي وزارة التجارة بتبعت الحال تقول لك أنا ما عنديش الإمكانيات وما عنديش الإليات أي ألار شنوه ذنب المستهلك في هذا كل وحتى الحيرف اللي يخدم حتى المليخ شوه شكون رسمالي أنا أنا اليوم كصناعي وألا اليوم كحيرف شكون هو رسمالي رأوا موش رسمالي فلوس رأوا رسمالي مستهلك ما فماش مستهلك رأوا أنا بتاعت الحال ما نخدمش هذي حقيقة ولا مهيش هذي حقيقة ولا حقيقة معنيها اللي سنوات كانت الأحذية متعنا والجلود متعنا من أحسن مفامة خاصة طواجه يشته صبات تونس يجلد يعمل كيف ولا بلوزان ولا فيست معنيها وين هم المسانع متع البوزانيز اللي كانوا في تقريباً معناها بالعشرات في الجمع وين هم؟ أقوموا نقرضوا، منيش نقرضوا؟ من جراء؟ الدولة التونسية معنا أحلت الفرنشيز على المسرعية وبالتالي كتشوف أنت المنافسة تلقاها معناها ما هيش عادلة مازلت الجلسات متعكم تواصلة وأكيد نقاشات على أشدها لإنقاذ هذا ونظالنا مازال ونحن مازلنا نتابعوا فيكم سيواجي ونظالنا مازال، وشوف المهنة هذية راحنا أحنا كون أنا ولا أعظمك تفيد الجامعة ولا بارش وخيان يعني فهمتها يعني كنا المهنة هذية راحنا تتورثناها ومحنش مسلمين فيها، حتى هي اليوم تلفظ في أنفاسها الأخيرة وكيف كيف محنش مسلمين فيها هاش تقول تلفظ في أنفاسها الأخيرة خليكم تفاعلنا احنا هننتبعوا في الموضوع معاكم أكيد السلطات الإشراف وخاصة الوزارة متفاهمة للموضوع وهي زيدا مش تحاول إنها إن شاء الله بتباتل حقا، احنا كيما قد نتبعوا حسب معددنا سيدة الوزارة إن حذروا طلباتنا وهي وعدتنا بمجلس وزاري مضيق للقطاع الجلود الأحذية ونحن مش نرجعوا بعد المجلس الوزاري مش نشوفوا مش نحويلوا قطاع الجلود والأحذية وكيف يمكن إنقاذوا مع تحياتنا لكل المؤسسات اللي مازالت تعمل في هذا القطاع رغم الصعوبات الكبيرة اللي يحكي للطفع وهو يحكي عليها سوى جديد ويب اليوم رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية المسألة أعمق من هكاية فما عائلات فما مواطن رزق فما ناس سكرت وعندها ديون متخلدة بدمتها فما ناس تخليت على الخدمة بتاحها برشة ألم الألم الكبير هو فما ناس حرقت وفما ناس ركبت قواروا الموت وفما الأغلبية الموت اللي قام تحمل يهمت وفال بحرقت أهل الحقيقة المرة شكرا لك مرة أخرى سيوجد معناها وعاش معناها في فترة زمنية معينة من 2011 يلقى روح مضطهد كريمان اليوم نعطيك أنا بار اكزامبل فما نقطة أخيرة سمحني ومعطا ونقم بها جي تشوف تلقى في كل ولاية اليوم سوق كبير كما مثل على السميثال السوق اللي بحضة محطة لوجات مش بش بش نسميها معناها نسميها تلقى في كل ولاية مركات عالمية مقلدة وجاية عبر التهريب نعم؟ اليوم الحيرة في التونسي رغم اللي هو القانون يمنع مينش ندفع ليه مي مسكين جاء مقا مي يكل مينش ندفع ليه يتخلى على خدمته ويمشي لسوق الموادية يمشى قلد عشرين زوز وقلد ثلاثين زوز مركة عالمية واخدمها في اثنية الدولة تكون لبو المرسايد وتفك له السلعة وتفك له سيارته وزيد ان بليس تفك له معنى انت وزيد ان بليس فوق هذا كله محفر نحن كلنا ضد السوق الموادية معنى شوف انت معنى جياز من الدولة التونسية يعمى في المركات العالمية على الصناع الوطني انا متأكدة ليمشي تم انقاذ هذا القطاع نظرا لأهميته ولمساهمته في التنمية في الاقتصاد كل المدخيل اللي جينا من توريد احذيتنا وجلودنا هذا متأكدين منه ليلى الوسلية يتقول احباط على الصباح كل شي يمشي الى الوراء في تونس موش صحيح يا ليلى لان كل ما نترح مواضيع من نوع ذي الهدف هو ان نقدم القدام وانا متأكدة ليكل القطاع مش يخدموه اولاده مش يدافو علي اولاده ومش تتحسن الامور باذن الله شكرا جزيلا ليك سوى جديد ويب رئيس الغرفة الوطنية للجلود والاحذية على كل هذه المعطيات وتحية من خلالك الى كل العاملين في هذا القطاع عبقوا معنا حديثنا بعد يكون ثقافة يكون مسرح ضيفنا مسرحي كبير من روايد المسرح التونسي والعربي نرجع بعد لحظات مع تحيتنا لكل مستمعينا اللي قاعدين يتفعلوا معنا على صفحة رسمية للإطاعة الوطنية